أمام الخسائر التي منيت بها أسواق البورصة الأمريكية تأثرت بورصات عالمية أخرى مسجلة انخفاضات حادة وبحسب المراقبين للمشهد الاقتصادي فإن لهذه الخسائر تداعيات على الأسواق المحلية أيضا وفي مقدمتها انخفاض أسعار الأصول الخسائر التي شهدتها سوق الأسهم الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية مردها حسب الخبراء في المجال الاقتصادي إلى عدة أسباب سياسية واقتصادية وأخرى غيرها كثير من الشركات اللي هي علاقة بالتكنولوجيا أسعارها مرتفعة ولما تقارن في أرباحها والعوائد عليها خلقت صدمة لكثير من المستثمرين لذلك اليوم هذا الجزء من الربكة اللي صارت بالنسبة للانهيارات فالانهيار بشكل عام هو جانب سياسي جانب قد يكون فني قد يكون بالنسبة لمضاربة قد يكون بالنسبة للفايدة قد يكون مجموعة من الأسباب اللي كان الناس متحضرة لها في 24 ولكن متى صارت الحين صارت في بداية من اليابان وامتدت لأنه فرق الوقت فمبلشت من اليابان وامتدت على الأسواق الثانية تفعت الفايدة ورفع الفايدة هذا يحتاج من سنة إلى سنتين حتى أثارها تظهر فدائما كان في مخاوف أن رفع الفايدة بهالشكل السريع اللي حدث يأدي إلى ركود اطلعت بيانات الوظائف الأمريكية وكانت أقل من المتوقع أكثر من 30% هذا أدى إلى التداعيات اللي صارت في أسواق المال خوفا من الركود وبما أن الأسواق العالمية تتأثر بالسوق الأمريكية فلها بالطبع تبعاتها وفق المراقبين للمشهد الدولي التي تلقي بظلالها على السوق المحلية والإقليمية وكذلك العالمية ستنخفض أسعار النفط بطبيعة الحال الناحية الثانية ستنخفض أسعار الأصول التأثيرات هي انخفاض أسعار الأصول هي أصحاب الأعمال أو الشركات ما يستثمرون في مشاريع جديدة ما يفتحون أفرع جديدة ما يصرفون زيادة على البحث والتطوير الكويت فيه عندنا نوعين فيه استثمار خاص وفيه استثمارات سيادية السيادية دائما هي طويلة الأمد لذلك تأثرة يكون قليل أما من يتحين الفرص هذه أعتقد عملية تأثرة في هذا الجانب أمام الخسائر الجسيمة التي أصابت الأسواق والشركات الأمريكية وبالتالي أسواق البورصات العالمية فإن تلك الأسواق تحتاج إلى فترة زمنية للتعافي والعودة إلى المعدلات الطبيعية جيان حبيب لقناة الأخبار ترجمة نانسي قنقر